حرام عليكم وليد في 19 سنة شبي عنده من قضية مع الدولة والله ما عنده قضية قصب الكنب الله ما سوك من 290 وليدي ما عنده قضية صلي خمسوقات صحيح وليدي يعرف الله رسوله وكلام عن رسول عليه الصلاة والسلام لا تنخدعوا بعبارات هذه الأم الثكلة ولا تصدقوا روايتها التي حكتها في سنوات تسلط القذافي ولا تثقوا في كل ما رأيتم وسامعتم وعايشتم من قصص غيرها من الأمهات والأخوات والزوجات فحقيقة ما تم في سجن بوسليم روايت الآن الحقيقة أن السجناء من المتطرفين الإسلاميين والقاعدة والإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية المقاتلة قاموا بعملية تمرد داخل سجن بوسليم وقاموا بالاستلاء على الأسلحة لخبرتهم في استعمال السلاح لم يخطف أحد من بيته بعد صلاة الفجر ولم يسجن أحد لورود اسمه في احترافات ربما أخذت تحت التعذيب بل من قال إنه في سجن بوسليم كان هناك تعذيب في تقرير ملئ حتى التخمة بالأخطاء اللغوية والمهنية والتحريرية أذاعته قناة الحدث الموالية لما يعرف بعملية الكرامة كتبت خلاله تاريخا جديدا لمجزرة أنكرت وجودها بعد أن بررت دوافعها لتقول إنه لم تكن هناك جريمة فضلا عن كونها مجزرة إنما هو تمرد مسلح لمجموعة من التنظيمات المتطرفة نتج عنه قتل من لا يجوز في حقه غير القتل خرج السجناء من داخل معتقلهم في بوسليم في تمرد مسلح وسقط في هذا التمرد عدد من حراس السجن وكأي دولة تريد أن تحافظ على أمنها واستقرارها فإن أي تمرد مسلح يجابه بالقوة ويسيطر عليه بقوة السلاح كنوع من الدفاع عن البلاد وأمنها سلسلة من المغالطات وردت في التقرير لم يكلف الكاتب نفسه مجرد حبك القصة ولا مراجعة فصولها اعتمادا على تصديق مشاهد بات مهيئا لتصديق كل شيء سجناء بوسليم الذين أعياهم الجوع والمرض خرجوا في تمرد مسلح قتلوا فيه حسب التقرير ما يعادل ثلث عددهم من السجانين ثم لا يقر الكاتب أو المؤلف بعدد الألف ومئتي قتيل تحججا بغياب قوائمهم كما زعم ولا يلزم نفسه بظهور قوائم السجانين الذين أثبت قتلهم دون عناء تلك المقتلة لم تصل في نظر كاتب التقرير لمجرد كونها جريمة رغم التستر عليها ومحاولة إنكارها لسنوات طوال ثم الاعتراف بها ودفع تعويضات مهينة لأهالي الضحايا الحقائق التي اكتشفها إعلام حفتر بعد مضي 21 سنة على أحداث بوسليم وستة أعوام على ثورة فبراير كانت بمحض الصدفة متوافقة مع نظرة إعلام النظام السابق ورؤية عبدالله السنوسي بل مع تحليلات القذافي نفسه لتصل أخيرا إلى إعلامي قناة الحدث في سند متواتر لروات لا تكاد تجد خلافا على عدالتهم بوسليم فيه الزناتق في ذلك الوقت الزناتق اللي لا يمكن التعامل معهم بالقانون لأنهم رافضين التعامل بالقانون تسأل السؤال محاولة تشويه قضية سجناء بوسليم التي بدأت مبكرا لم تكن غير حلقة في تشويه كل ما يتعلق بثورة فبراير بعد أن استبدلت فبراير بالكرامة والقذافي بحفتر وبوسليم بقرنادة نقاتهم قاروني فيه عقاب زناني فاش ما صبرني الله عليهم ما شد بدي الرفاقة أبرايك و سالم اللي بهم الشاقة نقاتهم عقب و قبني اليوم شايرة كعاقة لا أبغال علينا لا أبغال عليهم أصبرين يا عائل لا تطريهم أبرايك و سالم اللي ينجي بيهم اشتركوا في القناة